أنا يومي تبتع أكثر من نوم بالله تعرف أنت قيام شتاء ومرض وكذا، ما بتكفينا أبدا والله بنتالكبيري ما أبقى عسن درزها هاي الثامنة وحيدة بتاكلوا وبتشربوا وبتنموا كنا فيها اكتير الموضوع بفرق بينما طالع مثلا بدلتين أنا بينما طالع عشرة في اليوم تشهد زوجات تشهدين ضربوا الطيران، هنحرب ما زال هنا نثر عطاء يهدينا حبا أمدا ويعمر سبلا قد هدمت كي يبني حاضر وغدا ويضاحك قلبا محزونا مهما الكرد اشتدى ما زال الأمل لنا حبلا نحو الأحلام امتدى في أمل في أمل في أمل في مقولة شهيرة بتقول انه الرجال هو عامود البيت ولكن الواقع بيقول انه كل عامود تحتاج قاعدة حتى تحمله وهي القاعدة هي ستة البيت في آخر إحصائية أجريت في شمال غرب سوريا بتبين انه نسبة البطالة بين النساء القادرات على العمل وصلت لـ 71% أي يعني نسبة العام يشغلوا 29% فقط وهي نسبة ضئيلة جدا 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 وكلها تصار بسبب الظروف الراهنة وضعف الإمكانيات المادية لحتى يبدأوا بعمل جديد في جولتنا الأخيرة في المنطقة يا الله شو قابلنا سيدات عظيمات عم بحاولوا يعملوا المستحيل لحتى يأمنوا قوتهم وقوت ولادهم بس مع الأسف الشديد مؤادرين يعملوا أي شيء بسبب الظروف الراهنة في حلقة اليوم رح نقابل لبعض من هدول السيدات ونسمع عصصهم سوا أنا مهدي وأهلاً فيكم بأمل جديد كيف حالك أختي؟ أهلي وسهلين الحمد لله الحمد لله رب العالم الله يسلمك يا رب كم أولاد عندك البركة؟ ثلاثة ثلاثة أولاد الله يخلع لك يا عم يا رب زوجك شو بيشتغل؟ جوزة عامل أش بيصر له شغلة بيشتغل 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 ما فيشتغل بارك بسم الله ونعمل فكيل قداش بتكون يوم ميتة تقريباً؟ حسب خمسين ليرة حد أقصى ميت ليرة ميت ليرة طب هل ميت ليرة باليوم انتوا رح تقدروا تقضوا احتياجاتكم فيها؟ لا ما بتقضي أبداً فصل لك بزروف شتوية يعني نحنا في تدفئة في الكذا في أولاد صغيرين تعرف انتي هلأ قيام شتاء ومراض وكذا ما بتكفينا أبداً انتي سبع أولاد ما شاء الله اي والله شو بيشتغل زوجك؟ عامل يوم بيشتغل بالكفر يوم بروح أدلل يوم بمعرض مصرين يوم رح أدلل عامل شي يعني عامل بنا عامل بمعثة؟ اشتغل كل شي ايش ما صار له ايش بيصر ايش ايش قداش يوم ميته تقريباً؟ بالخمسين ليلة نالخمسة وسبعين تعرفوا أجور الأمال نالسبع أولاد وحضرتك وزوجك أنا عابت أحكي أنت على تسع أشخاص 75-70 ولا 100 ليراب اليوم هل كافية لأنه تقضي احتياجاتكم؟ لا والله أنا الكافي ولي شيء الأولى خياطي وأبعين يعني أنا يومي طيب تطعي أكثر منه بالله كم ونت عنقل البركين؟ أنا أربعة حالياً من الجمهور هون اللي ساكتين تسعة تسعة هون؟ هي أنا أولاد أولاد ابني تسعة ما شاء الله كم خيمة في عندكم هونك؟ خيمتين وطالي هاي الخيمة ثلاث خيام تقريباً هي ثلاث خيام عندي ولد وبنت عندك ولد وبنت أمتى توفي زوجك؟ صر له تسعة سنوات صر له تسعة سنوات متوفيت من تسعة سنوات لهلأ مين القائم على أولادك؟ والله هي أخواتي أخواتي الحمد لله عندهم عيانه وكمان أنا شايليني معهم طيب مستقلماتكم مصاريفكم من وين بتأمنوهم؟ هل يعني أخواتك حالتهم المادية من يحاواتنا عشياء؟ أخواتي كلهم عندهم عيان الحمد لله رب من العالمينو عايشين إحنا ضمن هالعيل وانتو عايشين ضمن هالعيل؟ عايشين مع هوني وانونا عندهم كل واحي عندو عيل كبير يالا من تسعة سنوات لهلأ؟ نعم عندي بنتين وعندي صبي بالله الله يخلينك ياهم يا رب كبار صغار؟ كبار والزوجات؟ من خالد وبنتين وعلينا أربعة أشخاص هون في الخيمة كم خيمة عندكم هون؟ لدينا خيمة هون هاي الخيمة الوحيدة؟ بتاكلوا وبتشربوا وبتنموا كنا فيها خيمة معك الخيمة تالي يا جب؟ لا أعطي أنا وبناتك بلضار؟ بصد خيمة طيب اسمعنا إنو ما شاء الله حضرتك عم تشتغلي بالخياطة وبتعيني جوزك؟ نعم ما شاء الله هون ماكينة بتشتغلي عليها؟ والله بشتغل على ماكينة فراشة يعني قديمة هي شوي الفراشة هي ماكينة الايد صح ما ايتبط التوابض؟ يいう فيه على الايد وعلا جر شاء الله طيب فيي طلبات على الرياض بيشتغلي بالضبط؟ عبي يجيني أية طلبات بشتغل بشتغل ببسصل بدلات الأولاد الصغيرين مثلا كذا ما شاء الله كم سنصر لخياطة؟ فاللي تقريبا سين ولص ما شاء الله سين ولص خياطة؟ كيف تعلمت حتى؟ وبالنا خبرة أول شيء اتعلمت لأولادي خيط لهم وبعدها صرت اتعلم لحالي والدرة وصرت خيطهم بالمخيم هلق بالنزوح صار لي 4 سنين ومن قبل يوم كنا في الضيعة بس في الضيعة كان فيه عندنا رزق وكان يعني ما نمعتم دعلي هكذا الاعتماد مثل هلق شبار لنا كرامة لنا كرامة في الشتوق زيتون عندنا أرض زراعية عندنا ما شاء الله بس دارت لي عم شايف الوضع وكيف صار فينا والله ما فيه يعني ما فيه عمل هوني شفت بعد ما قصفنا نظام تهجرنا ما فيه لا مدخول ولا شيء فرص عمل ما فيه هوني أبو خالد وين وشو بشتغل؟ ما بشتغل والله شيء واني اشتغل كومة جاي ترك العدي ومحل فضيعة طلعنا في الضيابنا والله بنت الكبيرة ما بقى أحسن درسة يعني ما فيه ما فيه عندنا مدخول وأبو هن ما بشتغل يعني يا دوب نأمن لك ما تعيشنا ومن تسن سنوات انت قائمة اسمعنا انو خياطة ايوه كنت خياط بس والله الماكينة روحك وراحك الماكينة؟ والقصف كانت ضيعتنا كنت خياط فيها وكنت عايق قايمة بعالتين بس كراحتي خاحت بالقصف بسم الله أنا أقول الوكيل خياطة خياطة ولا؟ خياطة تمام الحمد لله لو عنده امكاني كنت خياطة وعملت مششروع ومشغل كمان طيب ليش ما تشتغل بالخياطة؟ ما في عندي يعني قدرة ان اشتري ماكينة وبدأ كهرب ايبنا انت ساعد على الحياة اسمع نسوي ما شاء الله ولاد دي المدرسة وهو عنده اثنين تاسع ووحب كالونيا عبعيد يعني طيب قديش ممكن يفرق معك الموضوع لو ماكينتك الفراشة هاي تغيرت لماكينات كهربك؟ كتير الموضوع بيفرق بين ما طالع مثلا بدلتين أنا بين ما طالع عشرة في اليوم عشرة بدلات؟ ايه ما شاء الله ممكن نتغير لك حياتك بشكل جدري بتغير لك كتير مو شوي يعني اذا صارت عكهربة هلق أنا لندل أنا قديمة كتير بطيئة في العمل اذا كانت عكهربة بتكون اقوى يعني بقدر اشتغل عليها احسن ماشا الله طب ممكن نشوفها لو سمحكك تفندل هاي بقى الماكينات تشتغلي عليها اي والله اهلا يا عطيك العافية انت عاملة هيك جو برشة ما شاء الله في داخل الخيمة لنكة عيار يعني اذا متصدق مية إلي حتى الماكينة هي مية لك عمس تعيط تعياري ما عمس تعيط مية هلا هاي الماكينة كيف أعليت شغلها؟ على الإجر اه بتكبسيها بتضلي بتبسيك على الإجر وبتخيط لأن افترض انه ماكينة الفراشة هاي تغيرت لماكينات كهربة وصار في منظومة كهربة كاملة تقدر تشتغلي بيختلف معيك كتير الوضع بو كتير كتير مو شوي يعني بالنسبة للسرعة بحسن يعني أهلان مخيمة الخياطة هون بتصير أسرة بصير مدخولي أكتر بصير أش بدقلك أهون عليا يعني أنا كمان يعني بتعرصي على الإجر إجرائي مقتل بيبرك شاعة ساعتين يعني أش بدقلك ينبلني مرحش فيه مقتل بدي قوي تخيل يلا عن جد يكون في هيك حطي ودرك اي والله وهايك تنحطها العدي هاي هيك على الخيام بصير غير شكل برشيتك هيك تشرح للشغل ما؟ معلوم برغب أكتر أنا طب برأيك لو هيك حدا قدر يدبر لك مشغل وقدر يدبر لك مثلا ماكينات هل وضعك بيتغير؟ هل الناس هون حتجب لك أطاع وحتشتغلي وإيه؟ بيتغير كتير بالله أنا خياطة بيعرفوا كلها خياطة كويس كتير بس ما في إمكانية خياطيها ما عندي ماكينة ولا عندي أي شيء طيب لو تغيرت هاي الماكينة لماكينات حديثة ماكينات درزة وحبكة ونظام كهرباء هل برأيك كتير حيتغير عليكم الموضوع؟ معلوم كتير لأنه هذيك الماكينة أسرع وهذيك خياطة أقوى خياطة أقوى وأمكان شو أحساس أنك تشتغلي هيك وتساعد زوجك أختيهم حسن؟ أحساس كبير أول شيء أجروا سواب وواحي بعدين بدوا يعني يعيل في البيت لأنه أولاد ضيرين من الرب يقومون ونعيش الظروف قاسة يعني هلق النزوح هذا كتير نحن عم نتعرض لظروف قاسة في النزوح يعني آه استشهد زوجك؟ استشهد أيضا ضربوا الطيران من الحرب الله يرحمه يجعل مسوى الجنة يا رب ابنك الكبيرة أدي عمره أو ابنتك الكبيرة؟ الكبيرة عمره عشرة والوالد من اسمين بعض صغار أولادك؟ صغار أي ولدين عندك؟ نعم أكيون أنه يقادموا شيء للمي ولد أولي شو اللي الله جاب رك تشتغلي شو اللي الله جاب رك بأنك تعيلي بهالأوات الصعبة العمي أبو حسن؟ أي لك المحدة يا رب تدخلها زي ما بدأ تعينوا يعني لهالأولاد أنكم تكون مع بعضنا يعني يكون مع بعضنا لك شو؟ لك إذا أنا ما عندهم يبدوا يعينوا قلوا أولاد إيلا 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 يعني هو ما بقى وقت كان يشتغل كان يعيننا بس هلأ ما بقى بيقدر بقى أنا بدي أشتغل عرضاني كل واحدة حسب طبيعة وعلاقتها مثلا هي زوزة يعني أنا الحمد لله رب العالمين من قدر كان عندنا بري وعنا أرض روح أنا وإياه إيدي وإجروا سوا أسمع بعضنا ما شاء الله شلونك؟ على الكريم على كل شيء ما بتتخيلوا قديش المعاناة كبيرة ما بتتخيلوا قديش الحملة تقيل لهيك نحن بفريق في أمل حاولنا بأنه نجرهز لهم مفاجأة لهدول السيدات لعله وعسى تخفف عليهم شوي وتكون سبب لتغيير حياتهم بصراحة بداية كانت الفكرة بأنه نحن نبني مشغل خياطة كبير ونجمع هدول السيدات كلهم مع بعضهم ونوفر لهم بإتعامل مناسبة ولكن مع الأسف واجهنا عراقيل كبيرة جدا في هذا الموضوع منها ببعد أماكن سكن هدول السيدات عن بعضهم منها خط الإنتاج وكتير أسباب تانية لهيك قررنا بأنه نعمل لكل سيدة فيهم مشغل خياطة خاص فيها موسيقى 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 يا مامار تفضلوا تفضلوا بس دعيا ماذا أخبارك؟ محمد الله رب العظم تأخرنا عليك شيء؟ لا مات الله يسلم قلبك شايف هاي الماكينات البالسيارة؟ موسيقى أدول كلهم لك موسيقى 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 سمعوا بسطك كثير ناس وراء الكاميرات وأتسمعوا بسطك حبوا أنهم يهدوك لماكينات الخياطة مع نظام كهرباء كامل لحتى تستغلي وتأيلي عيلتك ونهارة وما تحتاجوا شيء أبدا موسيقى تعالي تعالي خالتي يا مامار بس هنسلم عليك إنسينا هيك في لطن أخذه معاك تفضل أخيك لا لا تعالي تعالي انت تفضلي 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 أشواء؟ موسيقى الله يجبر بخاطرك لك الله يكثر من أمثالكم الله يعطيكم أنفاء الله يسلمك يا رب تعالي استلم الماكيناتك تعالي أنا فعل خير تفضلي ففي ناس تحبوا يهدوكي هذول الماكينات الماكينات مع نظام الكهرباء ونظام الطاقة والموفر كلهم صاروا لك هذول إلي أنا شخصياً أنه أشتغل عليهم إلا لا لا إليك 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 ملكك صاروا ش رح يتغير بحياتك من بعد ما هذول ماكيناتك؟ لدي درس الأولاد على السواء لديك تدرسي الأولاد؟ الأولاد ندرسهم على السواء إن شاء الله ونجيب يباس مني دموعك غالية كتير والله والله العظيم وأنتي أنت إختنا سم بالله يعني والناس اللي خلف هالكاميرات ما هن عليهم أبداً ولا واحد في المدينة أنه أنت يصير فيك هك الله كريم خلينا مثل ما بنعرفك سيدة القوية العظيمة هكي الكل يسكين ما شاء الله بيقوتك وكيفك واففه أولادك تعالي شوك شو يوجبنا لك تعالي الله يعطيك العافي الله يعزقك العافي الله يعزقك العرب الله يعزقك العرب الله يعزقك العرب من رياحك هيك بنعرف إنه في بيدك من أقيره كمال للأخص الله يعطيك العافي الله يعطيك العافي الله يعليك العافي tôi يعضيك العافي الله يعأسكeth جميع يا رب. صوته هيك تمام؟ نعم. تعرفوا؟ كتير اختلطت مشاعرنا بهاي الحلقة. ما عاد نعرف انه نحن نزعل لوضعهم ولا نفرح لحياتهم الجديدة. ولكن بتعرفوا شو هو اسوأ شعور ممكن يرافق الإنسان؟ اسوأ شعور ممكن يصيب الإنسان هو انه يحس حاله عالي على المجتمع اللي هو فيه. عالي حتى على عيلته عالي حتى على نفسه. اسوأ شعور ممكن يصيب الإنسان هو انه حسب العجز الكبير لدرجة انه ممكن يشوف ولاده يجوا يطلبوا منه أي شيء وما يقدر بانه يأمن له ياهم. صدقوني الخمس سيدات اللي طرعوا بالحلقة تم اختيارهم بدقة كبيرة جدا جدا جدا. لأن هدول السيدات اللي قادرين يشغلوا ويأنتجوا ويقفوا على رجلهم من أول وجديد. لهيك مهما صار ومهما كان بدي تتذكروا دائما انه راح يكون فيه أمل جديد. بدي تعرفوا انه فيه الآلاف والآلاف متل هدول السيدات يلي منتظرين فقط في فرصة المناسبة لحتى يبدأوا بتغيير حياتهم وتغيير حياة عائلاتهم. صحيح نحن ما بنقدر نغير حياتهم كلهم ولكن حاولنا نزرع الأمل بالقدر اللي بنقدر عليه. كنت معكم أنا مهدي مع فريق برنامج في أمل. انتظرونا دائما على شاشة وجميع منصات تلفزيون سوريا. موسيقى داخل جسد قد أتعبه ثقل الآلام وأنهكه سلبت من فمه ضحكته سرقت بهجته الأيوان نبحث عن أيدي قد تروي روحا ضمآ ولها تؤوي تشرق فيها أملا يضوي آفاقا نحو الأحلام ما زال هنا نثر عطاء يهدينا حبا أبدا ويعمر سبلا قد هدمت كي يبني الحاضر وغدا ويضاحك قلبا محزونا مهما الكرب به اشتدى ما زال الأمل لنا حبلا نحو الأحلام امتدى في أمل في أمل في أمل